نعم استاذ سلطان خليني أعرج لك على القوانين أكو قانون العفو العام هو أكو جنب تيم بي أكو قانون عفو عام وطني وقانون عفو عام سياسي راح تقول لي شون الوطني وشون السياسي هاي وجهة نظري وأني أعزت في هذا الشيء حطيتهم بين قوسيا الوطني اللي يحدد قانون العفو العام على أساس وطني إنساني إنساني وبدأ مرحلة جديدة لهؤلاء السجناء السياسي لأجل صفقات سياسية ولأجل جنبات سياسية ضغط على هذا المكون أو ذاك المكون بغية تحقيق مصالح سياسية ضيقة هذا الفرق بين الوطني والإنساني قانون 2008 يا أخي العزيز اللي أخرج الكثير أخرج بحدود التسعة تالاف ونص إلى عشر تالاف نزيل في وقتها وأنا كنت محامي في تلك الفترة ولاحظناهم يعني كمية كبيرة من السجناء طلعوا كمية كبيرة من السجناء هذا كان عام وطني وإنساني 2016 ما طلعوا 2000 2000 وشوية ما طلعوا ليش لأن هذا كان سياسي حملوا بيه جنبات سياسية كثيرة أنطيك وأكفت مسألة مهمة جدا يا أستاذ سلطان بس بيوم القمة المشؤوم القمة العربية المشؤوم 3600 3600 نزيل بيوم واحد تم القبض عليهم وتم إداعهم السجل ومن ثم نحكمه ليش والله تحت عنوان الاحترازي يذكرون زملائنا المحامين وكل يتنمارسنا وكل يتنكات عندنا دعاوب من هذا النوع هذا ذبوهم جوه من مكون واحد دعنا انتبه هنا من مكون واحد ذول يذبوهم احترازيا 3000 فأني أتمنى من مجلس النواب من خلال قناتكم من خلال قناتكم الكريمة هؤلاء ال3000 أتمنى من مجلس النواب أن يضعهم في قانون العقل